محمد من سوريا يقول رفع اليدين ويدعي في أثناء الخطبة الذي تطمئن إليه النفس والذي كان عليه عمل سالة في الأمة أن الإمام إذا رفع يديه بالدعاء فارفع أنتم يا أيها المصلون أيديكم بالدعاء وهو يرفعه في حالات منها دعاء الاستسقاء قد يرفع يديه فيستسقي في أثناء الصلاة ارفع يديه أما إذا لم يرفع الإمام يديه واكتفى بأن أشار بأصبعه تشوفوها أو لا اكتفى بأن يشير بأصبعه فأنت أشر بأصبعك فقط هذا بالنسبة للدعاء في أثناء الخطبة أما الدعاء بعد أن تصلي صلاة النافلة أو الدعاء إذا أردت أن تجعو ربك فرفع اليدين عند الدعاء سنة ذكر الإمام الصيوطي أكثر في حوالي مئة حديث إنعم هناك من العلماء من قيد الرفع بحالات ورود الأحاديث يعني رفع اليدين عند رؤية الكعبة رفع اليدين عند عند الجمرات رفع اليدين يعني في حالات ورد رفع اليدين عند الاستسقار يعني حددها لكن نحن نقول تخصيص فرد من أفراد العموم بحكم لا يخصص به ذلك الحكم إذا ورد أحاديث في رفع اليدين فيعني ذلك أن ذلك دليل على جواز رفع اليدين في كل دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة